وبناء على التوجيهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي بتوجيه صندوق المواد الغذائية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا حيث وصلت تحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموية فعالياته للأسبوع الثاني بمبادرة كتف كتف في مدينة الريديسية التابعة لأدفو بأسوان وتم التوزيع على الجمعيات التي تساعد في توصيل تلك المواد الغذائية للمستحقين من خلال قاعدة البيانات التي تم إعدادها وأيضا هناك حملة طرق الأبواب التي تصم في تسليم صندوق المواد الغذائية لداخل بيوت الأسر المستحقة وإن شاء الله كل الان كتف في كتف بعض أننا نقدر أن نعمل حاجة كويسة وأننا نقدر أن نفيد أهلنا الموجودين كلهم رحنا الجمعة لفتة أسوان طبع كتف في كتف وإحنا كنا مبسوطين جدا لأننا نخدم أهلنا ونقسنا يعني وكل حاجة كنا مبسوطين جدا أنا وصحابي وزملاتي ونحن الساعة ستة الصبح وكان يوم حلو جدا ومبسوطنا خالص خالص يعني وبنشكر يعني كل اللي ساعدونا